وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة طاقته الاستيعابية ورفع كفاءة بنيته التحتية وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الانشائية والمعمارية إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعة الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية أعلى مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مباني جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة الساعة السريرية للمعهد بمقدار ألف سرير إضافي إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلا وكذلك المنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة الطاقة الاستعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتي وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال أخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر كما تم الساراد عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حصب الله الكفراوي بطول 17 كم الذي يربط الطريقة الدائرية جنوب محور المشير تنطوي بمنطقة المعادي إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياس الرزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم فضلا عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كم كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي كما تم استعرض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخة استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخة ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر